أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أن ما غنبهم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليدامى والمساكين مبنى السبيين إن كنتم آمنتم بالله ومن سأسأل على عبدنا يوم الفرطان يوم الغق الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعضوة للدنيا وهم بالعضوة للأسوى وركب أسفل منكم ولو دمعتم لاخدلستم في الميعاب لأجل ليقضي الله أمركم كان مصعولا ليارك من هلقا من بين به ويحيا من حيا من بينه وإن الله لسبيع عليم إذ يريقهم الله في منابك قليلا ولو دمعتم لأجل ليقضي الله في منابك قليلا ولو وراغهم كثيرا لفشش ولدنا سعزم في الأمر ولكن إن الله سعزم إنه عنهم بذلك الصدور وإذ يريقهم إذ ذقيد في أعينكم قليلا ويقلقهم في أعينهم في أعينهم ليقضي الله أمرهم كان مصعولا وإلى الله درجع العمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم في أداد فاثمتوا واذكروا الله واذكروا الله كذير لعلكم تفلحون وأدي الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب أي حكم فاصبرون إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيخ قال أعمى لهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس بإني جار لكم فلما دراد الفئة لنقص على عقبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا درون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المناسقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو الضرائد يتوفى الذين كفروا الملائكة يجربون وجوههم وأذمارهم وذوقوا عذاب الحليق ذلك بما قدمت أيديه كذلك بما قدمت أيديه وأن الله ليس بغلا منه العميد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بظلوبهم إن الله قبيل شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذلوبهم وأغرقنانا فرعون وكلهم كانوا غالبين إن شرش الدباب بعذب الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقون عهدهم في كل مرة وهم لا يثقون فإما تذخف أنهم في الحرب فشغش بهم ماذا خلفهم لعدهم يذكرون وإما تخاف أن من قوم خيالنا ففمذ إليهم على سمان إن الله لا يحب الخائلين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقهم إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطاعهم من قوتهم ومن عباد الخلق ترهبون به عبد الله وعدهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وأنفقوا من شيء في سبيل الله ووف إليهم فأنتم لا تظلم نظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتمكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخضروا جميع إن حسنك الضام هو الذي أن يدق بنصره وفي المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حوح ذي المؤمنين على العققان إِن يَكُمْ مِنْكُمْ عِشِشُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا بِأَذَيِّينَ وإِن يَكُمْ مِنْكُمْ بِأَذِي يَغْلِبُوا أَلْفَاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُمُونَ أَلْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفَاً فَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ مِأَذَاً صَابِرَكُمْ يَغْلِبُوا بِأَذَيِّينَ وَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهُ والله مع الصابير ما كان للنبي الجد أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا أكذاب من الله سبق نمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا بيما غنبهم حلالا طيبا وَادَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَنَّ مِنْ يُقُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَاءِ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَا أُقِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَالُوا اللَّهَ مِنْي قَبُلُ فَأَمْجَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَالُوا بِأَبْرَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَصُونَ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا وَبَعْضُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَبْ يُهَادِرُوا مَعْدَهُمْ وَاللَّا يَدِهِمْ مِذْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَادِبُونَ وَإِنْ إِسْتَنْصَرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعْلَيْكُمُ النَّصُرُ إِنَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ بَصُرِّينَ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ إِلَّا دَفْعَ الْهُدَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَصَادٌ كَبِيرٌ وَاللَّذِينَ آبَنُوا وَهَادَرُوا وَجَادُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آبَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمْ يُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَرِزْقُهُمْ كَرِيمٌ وَاللَّذِينَ آبَنُوا مِمْ بَعْضُهُمْ وَجَادُوا مَعْضُهُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِدَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْشٍ عَلِيمٌ